صدق البلد مفاجآت بالجملة في الدفاع والهجوم تشكيل منتخب مصر الأساسي في أمم أفريقيا خلينا أقولك كاتبين التشكيل المتوقع أحمد الشناوي في حراسة المرمى وقدامه أحمد حجازي بهر محمدي في اليمين أحمد محمدي وأيمن أشرف طارق حامد النني قدامه محمد صلاح وعبدالله السعيد وتريزيجيه في خط الهجوم أحمد حسن كوكا طيب هي مش مفاجآت ولا حاجة أنا شايف أن هي اللوجيك في الاختيارات أحمد حسن كوكا شايفه أنه طبيعي أعتقد وفقا لفكر أجيري من ميداية تولية وكان أبسك جدا في أحمد حسن كوكا وكان موجود معه في الفترة اللي فاتت باعت بس بسبب الإصابة أنت عندك ثلاث مهاجمين يعتبر أنا شايف أنهم متشابهين جدا وقريبين جدا من بعض وإن كان وجهة نظر أن أحمد علي هو أعلىهم في الفترة الحالية لأنه بتكلمي في لعيب هدف دوري وعنده خبرات كبيرة أنا شايف أنه من الممكن يقود الهجوم ولكن هي خبراته الدولية أو هي لم يعني لعبه مع منتخب مصر ما كانتش كتير التشكيل أعتقد مش هيبعد كتير باهر المحمد من العناصر المستر أجيري إدها فرصة من أول يوم وكان دايما بيأسك فيها أحمد الشناوي أعتقد سيزون هايل جدا مع نادي برامدز وهو يستحق التواجد محمد الشناوي فيه بعض سن التراجع وكده في الفترة اللي فاتت ووفقا للكلام هو ده التشكيل الآرب لمنتخب مصر ممكن عمر جابر في بعض الوقت يلعب على حساب أي من أرشف في الجابهة الشمال خاصة في ظل تقال لكم مع برامدز في الجابهة دي تحديدا في آخر ستة شهور الخط الهجوم تحديدا ممكن يبقى فيه بفضلة ما بين مروان محسن وإحمد حسن كوكا ولكن باقي التشكيل أعتقد أنه هو طبيعي وهي ده اللي ممكن نشوف في أرض الملعب طب بكرة مباراة أول مباراة ودية مباراة تنزانيا شايف مدى الاستفادة من مباراة تنزانيا غدا إيه لا مباراة مهمة كان أنا سمعت الكابتن أو كلمت مع الكابتن هاني رمزي مدرب المنتخب قبل بداية المعسكر وسألته ليه تنزانيا وغنية الاستوائية تحديدا هو كان كلامه بيقول أننا كان عندنا رغبان نحن نلعب مع مدارس كروية أكبر يعني بتتكلمي في منتخبات زي كاميرون زي نيجيريا منتخبات تبقى كمان تجهزك للبطولة وتنسيش أن انت لعدت مع نيجيريا بس المشكلة كلها أن التجربة كانت تبقى عناصر مختلفة تماما عن التشكيلة الحالية في المنتخب كانت بتجرب فيها عناصر يعني أنا سألته ليه مش مدارس أكوى قال إن بسبب دقيق الوقت احنا عندنا كمان راجع من موسم مضغوط جدا سواء في الدورة المصر ولعبت المختلفين هو الأكوى بالنسبة لك مش ممكن يسبب عليك ضغط بس سيدكي لو حققتي معهم نتائج وأداء كويس أعتقد تستفيد أكتر في بداية البطولة يعني كنت بتكلم من دقيقة مع كابتن فكر صالح بيقول لي أنت لو بدأت في مجموعة قوية وحققت نتائج قوية هتكمل قوة يعني غير لما تبدأ في مجموعة سهلة نسبيا فتقدر تلاقي نفسك لا بس أنت لو بدأت فده أمر واقع كده كده دي مجموعتك لكن الودية دي اختياراتك هتقابلي منتخبات قوية هتديكي إفادة حتى لو خسرتي هتقدر تتقومي الأخطاء اللي عندك لأن أنت معارضة هتقابلي الفرق دي في مشوارة البطولة لكن أنا شايف أن مواجهة تنزانيا مواجهة مستهلة مواجهة قوية منتخب تنزانيا عنده لعبة من العناصر مهمة منتخب جينيا الاستوائية منتخب قوي عنده من نبي كيتا وإعتقد أنه يبقى عنده مشكلة في المشاركة خاصة أنه كان مصاب مع ليفربول في فترة الفتت ولكن أعتقد إن شاء الله هنشوف تشكيل مختلف يعني تنزانيا ووفقا لكلام المنتخب أننا تنزانيا هيبقى في تشكيل والتشكيل الأساسي يظهر معنا إن شاء الله في مباراة غينية وبإذن الله نستفيد أكثر استفادة نلعب بقى مباراة زنبابو يوم 21 ونحقق اللقب نكمل كمان لأبعد من إن شاء الله شكرا